السلام عليكم ومرحبا بأصدقاء المبدعين معاكم خولة واليوم رح أعرض لكم بعض التطبيقات اللي أستخدمها عشان أدمج أكثر من صورة في صفحة واحدة باستخدام طابعة كانون السلفي اللي شرحتها سابقا رح أحط روابط في صندوق الوصف طبعا هذه الطابعة تطبع لنا بقياس 4 في 6 إنش الأوراق فأنا أحب أني أدمج أكثر من صورة مع بعض وأطبعهم أكثر شيء أستخدمهم في مذكراتي أو حتى في صفحات السكراب وكينغ يكون حجمهم أصغر وأرتب بالنسبة لي طبعا التطبيقات اللي أستخدمهم هم اثنينة بس في واحد منهم أكثر عن الثاني أستخدم أكثر بصراحة مو أعرف إذا كانوا واحد منهم متأكدة أنه لازم ندفع لهم بس الثاني مو متأكدة طبعا تطبيق كنون طابعة كنون على الآيفون ما يسمح لنا أن نعدل الصور أو نضيف أو ندمج فلازم مناخذ لنا تطبيقات ممكن تساعدنا بهذا الشيء طبعا هذا التطبيق الأول اللي وايد استخدمه ووايد معتمدة عليه فيه وايد خيارات متنوعة طبعا ممكن تختاروا وتدمجوا أي عدد من الصور اللي تحبوه بس أهم شيء الريشيو الريشيو من تحت مثل ما تشوفوه هو محطوط واحد على واحد يطلع عنا النتيجة النهائية مربعية ولكن قياس 4 في 6 إنش لازم يكون ريشيو موالها 2 في 3 أو 3 في 2 بس أنا أفضل 2 في 3 لأنه يني طولي وأقدر أعدل عليهم أسرع وأفضل باستخدام طبعا الآيفون اللي عندي طبعا فيه قياسات ثانية بس مثل ما قلت لكم أنا وايد اعتمد على 2 في 3 وبعدين طبعا هني تشوفونا أربع صور لأنه وايد استخدمه فهو دائما يحط لنا على آخر شيء نحن نسوي طبعا هني فيه وايد تقسيمات للصور وفيه بعض منهم مجانية وفيه بعضهم لازم ندفع مبلغ مالي عشان نفتحهم ونقدر نستخدمهم بس مثل ما قلت لكم أنا دائما استخداماتي بسيطة ومتكررة غالبا وخلاص مكتر ما أنا استخدم هذا التطبيق بديت تعود عليه وأعرف له طبعا هات التطبيق ممكن يسوي لكم الشواد حلوة جميلة ممكن تضيفوا خلفية ملونة عفوا ممكن تضيفوا كلام ممكن حتى تعدلوا على جودة الصورة تحطوها عبيض أصوات أو تزيدوا الإضاءة وتنقصوها على حسب احتياجكم للتعديلات في الصور وهني طبعا رح رويكم كيف نختار الصور طبعا تختار الصور على عدد الأجزاء اللي عندكم أنا هني في هذه الحالة كنت مختارة بس صار الصور فممكن طبعا تعدلوا وتختاروا جزء منها من الصورة مثل ما قلت لكم كل هذا يعود لكم وهني يبين عندنا خيارات ممكن نكبر الصورة نصغرها نقلبها نعدل الإضاءة فيها أو نلفها طبعا لها خيارات جدا حلوة فأي تطبيق ممكن تحملوا من في تلفوناتكم شوفوا الخيارات اللي ممكن تضيفوها كيف ممكن تعدلوا أو تضيفوا مثل خلوها مثل اللعبة وجربوا جدا تطبيقات يعني خواص التطبيقات اللي تحملوها مثل ما تشوفها الحين نياسة بس أجرب أرويكم الخيارات المتنوعة فأحط لكم رابط هذا التطبيق بإذن الله في صندوق الوصف لأنه التطبيق رقم واحد اللي دائما أستخدمه في تعديل الصور طبعا كل واحد على حسب مزاجه وخياراته وأفكاره وهذا هو نهاية الفيديو لليوم أتمنى أنكم استفدتم واستمتعتوا ولا تنسون اللايك والاشتراك شاركوا فيديوهاتي مع اللي يحب هذا النوع من الفيديوهات وبإذن الله نلتقي قريبا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة